لما يحنى كان يعمد قال هو ذا حامل الله الذي يرفع خطية العالم وبعد شوي منشوف وكأنه بيحكي لتلاميذه أنا يعني هو ذا حامل الله اللي أنا حكيت لكم عنه هذا الشخص اللي أنا شاركته هو بنفسه هو حمل الله تفضل يعني كأن يحنى بيجيب على سؤال إسحاق لأبو أين الخروف للمحرقة والسؤال تردت صداء على مدى ألاف السنين أين الخروف أين الخروف معقولة الخروف اللي يقدم عن المزبح محرقة أو زبيحة خطية معقولة هو ده لا دي صور دي رموز فين الحقيقة أنا بحب أقول أن ابن حضرتك بسافر برا فلما ابن حضرتك غايب أنت بتجيب ألبوم الصور بتاعه وبتتفرج عليه بس ابن حضرتك جه وصل هتجيب ألبوم الصور وابنك موجود إركن الألبوم دلوقتي الحقيقة وصلت اتنتع بابنك فكأن يحنى المعمد يقول إيه خلاص إركنوا الألبوم الحقيقة وصلت فين الحقيقة دي أهو فقال مرتين المرة الأولى وهم فاهمين قال هوذا حمل الله إيه عمله حيرفق خطية العالم اليوم الثاني قال عبارة يعني جزء من العبارة قال هوذا حمل الله ده بتكلم عن شخصه فالعبارة الأولى بتكلم عن عمله حيرفق خطية العالم مش سوف يرفع خطية العالم أو مش رفع خطية العالم لا هو الآن بيرفق خطية العالم زي يا رب يسوى المسيح يخلصنا من كل تجربة أو شر فدي عملية دائمة بيخلص بيرفق خطية العالم ومن حيث شخصه هو حمل الله يعني حمل الله الله يرى لنفسه هو لربنا بعثه اللي يكفي مطاليب الله اللي بعثه ربنا اللي بعثه من غير عيد اللي اختاره ربنا اللي يشبع قلبه اللي يجد فيه كل مصرات هو وصل وصل وهو شاور الراجل المحترم وقال روح وراه فالتلميذ يبتدت تروح وراه وهو فرع بجد ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنا أنقص وقال عبارة يعني عبارة روعة قال يأتي بعدي في الزمان رجل صار قدامي لأنه كان قبلي فهو أزليته كان قبلي لكن في الزمان جاء بعدي ويجب أن تكون له المكانة اللي أفضل مني وقال عبارة يعني برضو الناس بتفتكرها أنا بتتكلم عن اتضاع يوحن لكن لها معنى قال أنا ما أقدرش أنحني لأحل سيور حزاؤه ما أقدرش أخلعه نعله دي إشارة إلى شريعة في العهد القديم اسمها شريعة الفكاك أو الفداء لو القريب الأول الولي الأول مش هيقوم بواجب الولي تجاه أرمالة الميت القريب لازم القريب فهي تخلعه نعله نعله وكده قال لا ده جاه محدش يقدر يخلعه نعله ده جاه اللي حيفدي أهو جاه اللي محدش يقدر يوطي ويخلعه نعله الفادي جاه ترجمة نانسي قنقر